بسم الله الرحمن الرحيم وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيم حديثنا لا يزال في موضوع الحوزات العلمية عند طائفة أهل البيت الشيعة الإمامية وقد ذكرنا فيما مضى من الليالي شيئا مختصرا من عرض تاريخي عن الحوزة العلمية في النجف الأشرف منذ تأسيسها وإلى أيامنا الحاضرة وحديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى عرضا تاريخيا مختصرا أيضا عن الحوزة العلمية في قوم المقدسة نكرر هذا المعنى ونقول أن هذه الفترة الزمنية الطويلة نحو أربعة عشر قرنا من الزمان يصعب جدا اختصارها في مقدار بسيط من الوقت ولذلك من الطبيعي أن تغفل بعض الجوانب وأن لا تبين بالشكل الكافي والمناسب ولكن على كل حال هذا هو المتيسر الحوزة العلمية في قوم المقدسة يمكن تأسيس بدايتها وتأريخ بدايتها بهجرة الأشعريين من الكوفة إلى منطقة قوم وذلك في حوالي سنة ثمانين للهجرة في سنة ثمانين للهجرة الأمويون أجبروا قبيلة يمنية أن تجلي عن الكوفة قبيلة الأشعر ومذحج وكندة وهي قبائل مدنية قبائل يمنية استوطنت في الكوفة وهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام يشهد لذلك مثلا أن قسما من أبناء هذه القبائل كانوا مع المختار الثقفي ورأسهم السائب ابن مالك كان ممن قتل مع المختار قتله أنصار مصعب ابن الزبير بعد ذلك أيضا الحجاج لما جاء بعدما انهزم الزبيريون وسيطر الأمويون على الكوفة عارضه ابنه عارض الحجاج ابن السائب محمد بن السائب الأشعري فالحجاج على أثر ذلك هددهم بأنكم إذا ما خرجتم من الكوفة سيصنع بكم كذا وكذا ففعلا هم خرجوا جماعات كثيرة من هذه القبائل وخرجوا من الكوفة اتجهوا في الغالب إلى إيران وبسببهم كانت الموجة الأولى من التشيع في إيران لأن إيران تقريبا خمس مراحل مرت بيها إلى أن صارت شيعية بالكامل تقريبا أول مرحلة من هذه المراحل اللي كانت مهمة جدا هي على يد الأشعريين قبلهم كان ولكن شيء بسيط فذهبوا اتجهوا إلى قم في قم هناك رأوا أن أهل هذه المدينة والذين في قسم كبير منهم ما كانوا على منهج التشيع يتعرضون لغارات من الأعداء من البادية من اللي في أطراف المدينة كل شوية يغير عليهم ويسلبون أموالهم أغنامهم كذا ويذهبون إلى موعد آخر فلما جاء الأشعريون هناك قالوا للناس نحن حاضرين ندافع عنكم وعن أنفسنا ليش صايرين طعم لهؤلاء الغرباء فبالفعل اتجهز ونظموا قوتهم واستعانوا أيضا بأهلي قوم فلما جاء أولئك الغزاة على جاري العادة واجهوهم بقوة وقتلوا منهم مقتلة كبيرة وهزموهم فبعد هذولاك ما فكروا أن يجوا خلاص بعد شكل الأشعريون الشيعة شيعة أمير المؤمنين القادمون من الكوفة مهجرين تحت تهديد الحجاج شكلوا في بلدة قم حماية لأهلها من غزوها من المهاجمين والسراق واللصوص أحسنوا أيضا العلاقة أخلاقهم كانت طيبة أمورهم الدينية كانت مضبوطة جغلوا بالتجارة فالناس أقبلوا عليهم وتعرفوا على مذهبهم وديانتهم وآمنوا بآل محمد مع هؤلاء كان هناك عدد من الرواة عدد من العارفين بأمور الدين وقضايا الفقه وبدأوا يعلمون الناس أحكام الدين وحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وما حفظوه عن الأئمة المعصومين عليهم وهذا يعتبر أول بداية للعلم في تلك المنطقة استمر هذا صار يكثر إلى حوالي سنة مائتين واحد هجرية عندما توفيت السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر المعروفة بفاطمة المعصومة وفاتها كانت قريبة من قم منطقة ساوة إلى الآن موجودة البلد يعني حوالي بالضبط أنا لا أعرف ولكن حدود أربعين كيلومتر أقل أكثر عن قم بدت عليها أعراض التعب والمرض وكانت في طريقها إلى النهاية فأوسط بحملها وبالإسراع بها مع الركب إلى قم باعتبار أن هذه البلدة فيها من شيعة أهل البيت عليهم السلام عدد كبير وبالفعل قضت نحبها هناك في بيت أحد هؤلاء الأشعريين موسى بن خزرج الأشعري ولما قضت نحبها دفنت في قم فصار هذا القبر مالها محور للناس عادة الحوزات العلمية تنشط إذا كان هناك مشهد مرقد مسجد مقدس أمثال ذلك تكتسب نشاطا وروحانية أكثر وجود هذا القبر الشريف لأخت الإمام الرضا في ذلك المكان أسهم في أن ينشط الوضع العلمي والحوزوي في هذه البلدة وإلى يومك هذا الذين ذهبوا إلى قم يلحظون لا سيما في هذه السنوات كيف أن المشهد والمساجد الملحقة به يتصير أماكن للدرس والمباحثة العلمية فأنا نصار أيضا إضافة جديدة إلى هذا الوجود العلمي بعدها بحوالي مئة سنة مئة وعشرين سنة اجتمع أدد كبير جدا من المحدثين في بلدة قم قسم منهم كانوا جايين من الكوفة كروات قسم منهم جايين من بغداد قسم منهم من أماكن مختلفة فالذين كانوا يذهبون إلى الإمام الرضا عليه السلام أحيانا كانوا يمرون على بلدة قوم وبعضهم كان يستحسن هذا الوجود العلمي والديني والشيعي فيبقى يستقر هناك ما صارت حوالي سنة ثلاثمائة وستين هجرية إلا وقد اجتمع عدد كبير جدا من رواة الأئمة المعصومين عليهم السلام المباشرين وغير المباشرين إبراهيم بن هاشم القمي اللي يروي بواسطة واحدة أحيانا عن الإمام العسكري عليه السلام ابنه علي بن إبراهيم صاحب التفسير وأمثال هؤلاء الأشعريون عدد كبير زكري بن آدم القمي أحمد بن عيسى الأشعري وغير هؤلاء أختصر عليك الموضوع العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه عندما شرح كتاب من لا يحضره الفقيه الذي ألفه الشيخ الصدوق محمد ابن علي بن بابويه القمي وهو أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة ومؤلفه قمي ووالده أيضا والد الصدوق أيضا قمي وكلاهما من كبار الرواد والعلماء العلامة الحلي لما شرح هذا الكتاب يقول في زمان الصدوقين يعني الوالد والولد اجتمع في قم فيما نقل نحو مئتين ألف محدث مئتين ألف محدث هذا عدد هائل جدا يعني الحوزة العلمية في ذلك الوقت على الأقل فيها مئتين ألف شخص إذا كانت هذه الأحصائية التي أتى بها العلامة الحلي دقيقة وتام فيبين إلك أن حجم وضع العلم كيف كان يعني لو قيل لك مثلا الآن في القطيف يوجد مئتين ألف طالب علم معنى ذلك أن الحجم العلمي حجم كبير وأن الحوزة حوزة ممتدة الآن ما عندنا يندر الآن في قم يقال أنه هناك حوالي ثلاثمائة ثلاثمائة وخمسين ألف طالب من طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم النجف ما في هذا المقدار الآن في هذا الزمان أقل من ذلك قم في ذلك الوقت يعني في حدود سنة ثلاثمائة وأربعين وخمسين وستين فصاعدا كما ينقل العلامة الحل هناك مئتين ألف واحد من المحدثين تصور إذا كل واحد عنده يحدث بحديث واحد يمكن دروس قائمة المدارس عامرة المباحثات العلمية مستمرة وهكذا فنمى العلم هناك نموا كبيرا بل كانت الحوزة العلمية في قوم إذا وكانت مضادة لتيار الغلو بشكل كبير أي واحد من الرواة كانوا يرون عند أحاديث شوية فيها إفراط فيها غلو فيها مبالغة كانوا يقاطعون ورئيس قم في ذلك الوقت وهو من الأشعريين كان يقول لا تبقى في قم تخلق إلينا تيار من الغلات في داخل هذه البلدة فكانت حوزة علمية ناضجة مع أن الاتجاه العام فيها هو اتجاه الأحاديث واتجاه الأخبار والمدرسة الأخبارية حسب التعبير في ذلك الوقت فاستمر الأمر هكذا إلى ما في نفس هالفترة شيخ القليني أيضا المتوفى سنة 329 استفاد من علماء قوم وروا عنهم في تأليف كتاب الكافي لكن لما رحنا باتجاه سنوات الأربعمية فصاعدا انتقل الحجم العلمي والحوزة العلمية والعلماء الكبار إلى بغداد وذلك باعتبار أن الدولة البويهية في ذلك الوقت في بغداد كانت وهي دولة شيعية حاولت أن تجتذب العلماء من مختلف الأماكن إلى بغداد وتأسست مدارس وإجي الشيخ الطوسي هناك والكلين أيضا راح إلى بغداد فترة من الزمان والصدوق مر على بغداد وغيره هؤلاء فصار ما يشبه الانتقال الحوزوي العلمي من قم إلى بغداد هذا طبعا أثر تأثيرا كبيرا على الحوزة العلمية في قم فبدأت تضعف بالتدريج إلى سنة خمسمية وما بعدها جدا ضعفت الحوزة العلمية في قم على أثر انتقال العلماء إما إلى النجف بعضهم ذهبوا تبعا للشيخ الطوسي أو إلى بغداد وبعضهم إلى الحلة في زمان الحليين فضعفت الحوزة العلمية ضعفا بينا وبقيت بشيء محدود واستمر هذا الأمر فترة طويلة اللي جاء وبعث الحوزة العلمية من هذا الرقاد رح يجي بعد فترة طويلة المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي متوفى سنة 1355 هجرية يعني شوف من سنة خمسمية وستمية إلى هذه الفترة رجعت الحوزة في قم إلى حالة بسيطة وكبلدة صغيرة والحوزة العلمية فيها أيضا كانت ضمن هذا الإطار إلى هذا الزمان لما يجي هذا الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رضوان الله تعالى عليه كان من طلاب الميرزة الشيرازي الكبير الميرزة محمد حسن الشيرازي قائد ثورة التنباك والمحارب للبريطانيين واستعمارهم الاقتصادي إلى إيران وميرزة محمد تقي الشيرازي الذي قاوم الإنجليز في العراق تلمذ على يد هؤلاء وعلى يد أمثالهم من العلماء الكبار ثم بعد ذلك أراد الرجوع إلى بلده الأصلي وهو يزد لكن إلحاح الطلاب والعلماء عليه وله من تلامذ الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ مجموعة من مراجع التقليد منهم مثلا سيد الخمين رحمه الله هذا أستاذ الحائري سيد القل بايقاني رحمة الله عليه أيضا مرجع تقليد وقلد لفترة من الزمان هذا من تلامذة هذا العالم الشيخ الحائري الشيخ لطف الله الصافي وأمثال هؤلاء سيد شريعة مداري عدد من العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت سيد المرعش النجفي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغير هؤلاء ذول كانوا من تلامذة هذا الشيخ عبد الكريم هؤلاء وغيرهم أصروا على الشيخ عبد الكريم الحائري لتروح إلى يزد بلدتك هذه الآن حوزة علمية في قم موجودة بس تحتاج إلها إلى رأس كبير وإلى عالم جليل يلتف حوله الناس وكان هذا الشيخ عبد الكريم الحائري أحد مراجع التقليد فبالفعل بقي في قم وبوجوده في قم تأسس التأسيس الثاني للحوزة العلمية هناك وظل وين ما في واحد هو نفس الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه وين ما في واحد عنده تميز علمي في جانب من الجوانب الأدب واللغة العربية يدز وراه تعال إلى قم الأصول يدز وراه الفقه يدز وراه القرآن وعلومه يدز وراه وهكذا بدأ يبعث ويرسل بمقدار ما يستطيع يقنع هؤلاء الأشخاص المتفرقين هنا وهناك اللي في النجاف اللي في كربلاء اللي في أصفهان اللي في مشهد أنه تعال إلى قم فأعاد من جديد مركزية الحوز العلمية في قم وتأسست من جديد على يد شيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه وبالفعل قام لو لا شيخ عبد الكريم الحائري وأعماله المختلفة ربما لم يكن قد قام له الحوز العلمية في قم قائمة بعد ذلك الانحسار الذي كان في زمانه أيضا جمع حوله مجموعة من كبار العلماء بالإضافة إلى تلامذته الذين تحدثنا عنهم كان هناك ثلاثة علماء أكبر من هذا الجيل واحد يسمونه سيد محمد حجة وإليه تنسب المدرسة الحجتية موجودة في قمة الآن وأنشئت من ذلك الزمان مدرسة ضخمة جدا حوالي مساحة خمسطعش ألف متر تحتوي على نحو مئة وعشرين غرفة للطلبة مدارس العلمية مهمة جدا في الحوزات باعتبار أنه ليس كل الطلاب يأتون وهم متزوجون أو قادرون على إيجار البيوت فكانت هذه المدارس العلمية هي بمثابة مسكن ومأوى لهؤلاء الطلاب هنا خلفت حقوس هذه من الأمور التي في بعض المناطق قضية الأوقاف غائبة عنها مع أهميتها الكبيرة يعني الآن مثلا نحن مثلا في منطقتنا هنا في بلدنا كثير من الناس يقومون جزاهم الله خير بإعداد مبالغ مالية ويبنون حسينية ويوقفونها لذكر الإمام الحسين عمل ممتاز بلا ريب آخر يجي يبني مسجدا ويوقفه كذلك لعبادة الله عز وجل والصلاة فيه والذكر هذا عمل جدا رائع وبديع لكن بحسب ما رأيت مثلا لم نسمع عن أحد مثلا أوقف مدرسة علمية لطلاب العلم الحوزات العلمية نقطة قوتها بالإضافة إلى وجود المراقد وجود المدارس وجود مدرسة علمية يكون الدرس فيها إذا أحد من مكان آخر جاي يسكن فيها ويبقى فيها وبالتالي هو لا يدفع أموالا لأجل الإيجار موقوف على طلاب العلم وتصير مخورية الحوزة العلمية في هذه المدارس هذا العالم الجليل سيد محمد حجة وهو مجتهد من المجتهدين الكبار بنى هذه المدرسة إلى الآن موجودة تصور يعني من 1370 هجرية إلى الآن وهي تستضيف عشرات أو مئات الطلاب يتخرجون منها وثواب كل ذلك يذهب إلى بانيها ومؤسسها وواقفها فهذا السيد محمد حجة أكعدنا أيضا راح هذا الشيخ عبد الكريم الحائري وطلب من السيد صدر الدين الصدر والد سيد موسى سيد موسى الصدر معروف الذي أخفي بعد خروجه من لبنان والذي أسس تأسيسات في لبنان الإمام موسى الصدر معروف والده السيد صدر الدين الصدر وكان بارعا ومتفوقا في أدبيات اللغة العربية والشعر والبلاغ وما شابه ذلك وهو أيضا فقيه مجتهد فرسل وراه مع أنه كان في مشهد مقيم إلا أنه أرسل وراه الشيخ عبد الكريم الحائري وقال لنا احتاجك انت تعال إلى قوم وبالفعل جاء إلى قوم وأقام فيها سيد محمد تقي الخنساري أيضا واحد من كبار العلماء هذول الثلاثة بالإضافة إلى الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذهم والرئيس مال الحوزة أعادوا إحياء الحوزة العلمية في قوم وجرى في سواقيها ماء العلم والعلماء من جديد بعدما كانت قد تراجعت ربما لنحوي سبعة قرون أو ما يشبه ذلك لما انتقل الشيخ عبد الكريم الحائري إلى رحمة الله تعالى تم إقناع السيد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه وهو أيضا أحد الفقهاء العظام من تلامذة الآخند الخراساني والسيد كاظم اليزدي والميرزة محمد تقشيرازي في العراق وكان عالما جليلا جدا وصاحب فكر عجيب زعيم بكل معنى الكلمة له أفكار مهمة جدا وبرامج عجيبة تحدثنا عنه في أثناء حديثنا عن علماء الشيعة وبينا جانبا من أدواره فتم مخاطبة السيد البروجردي نقلوا أن السيد الخميني رحمه الله والشيخ المطهري وغير هؤلاء الشيخ المنتظري وهذول أيضا من تلامذة السيد البروجردي تخاطبوا معه وكان أصله من بروجرد بعد ما أكمل دراساته في النجف وحاز شهادات الاجتهاد يرجع إلى منطقته بروجرد فذهبوا إليه وتحدثوا معه وبينوا له أهمية وجوده في حوزة قوم وحاجة هذه الحوزة إليه وبالفعل تم مجيئه فانتعشت الحوزة العلمية من جديد في قوم وأصبحت تنافس سباق الحوزات لكثرة العلماء والمجتهدين والفقهاء الذين كانوا فيها فتأسس من جديد هو أيضا صار إلى مرجعية عليا سيد البروجردي رحمه الله لا سيما بعده فات سيد أبو الحسن الأصفهاني وقبل بروس مرجعية سيد محسن الحكيم كانت له مرجعية بالذات في إيران مرجعية عامة وكان شخصية كبيرة جدا وكان شاه إيران في ذاك الوقت رضا بهلوي والد الشاه الذي عزل كان يخشى جانبه ويحترم مقامه ويوقر جانبه فتجددت الروح في الحوزة العلمية في قوم بوجود هؤلاء العلماء أنت تصور من خلال هذا كيف أن وجود العالم الفقيه المتمكن في منطقة معينة من الممكن أن يصنع حوزة علمية ممتدة بدون ذلك ممكن أن تبقى المنطقة ميتين ثلاثمائة سنة أربعمائة سنة ليس فيها أثر واضح للعلم الشرعي والحياة الدينية العلمية لكن إذا إجه مثل شيخ عبد الكريم الحائري إذا إجه مثل سيد حسين البروجردي تحيا هذه المنطقة في علمها وبتبعها ينمو الإيمان والتدين عند الناس بمقدار ما ينمو العلم فاستمر سيد البروجردي رحمة الله عليه إلى سنة وفاته 1380 والحوزة العلمية أخذت طابعا تصاعديا إلى بدايات هذا القرن الهجري عندما جاءت حركة السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه وبعد هذه أتاحت للحوزة العلمية المجال الأعظم ليش لأنه في نفس الوقت الذي حصل التضييق على الحوزة العلمية في النجف ضمن خطة الأحزاب العلمانية الكافرة للقضاء التام على الحوزة العلمية وقد ذكرنا جانبا من ذلك وصل كما قلنا عدد طلاب الحوزة في النجف الأشرف في زمان هؤلاء المجرمين إلى ستمائة واحد ستمائة واحد بينما كان قبل مجيئهم أكثر من عشرين ألف زين ولو استمروا على مشوارهم ذاك ولم يقمعهم الله سبحانه وتعالى لو جدت النجف الأشرف صفرا من العلماء فصار تهجير وصار مضايقة وصار قتل وصار اعتقالات وصار وصار فبدأ الناس فبدأ العلماء مع أسرهم بدأ طلاب العلم يهاجرون أو يهجرون وين وجهتهم أفضل مكان في حوز علمية في ذلك الوقت هو قم المقدسة اللي بنفس المقدار اللي هناك صار التضييق والإبعاد والاضطهاد هنا صار فتح الأبواب ومجال واسع ودعم كبير على مختلف المستويات فعظمت فعظمت الحوزة العلمية في قم عظمة كبيرة منذ ذاك اليوم وإلى يومنا هذا حتى لقد قدر بعضهم عدد الطلاب العلم في قم المقدسة الآن على مختلف مستوياتهم بما يزيد عن 350 ألف طالب علم مع أسرهم وهذا حجم استثنائي لأنه الإنتاج العلمي اللي رح يحصل من وراء هذا سيكون إنتاجا عظيما جدا ولا تزال الحوزة العلمية في قم ضمن هذا الإطار مزدهرة عامرة وضعها وضع جيد تساعدها الظروف الخارجية لا يوجد هناك موانع أمامها وكل يعمل على شاكلته فيها نسأل الله أن يزيد في توفيق هؤلاء العلماء وهذه الحوزات العلمية وأن يأخذ بيدهم الحقيقة أن هذا كل نريد أن نقول منه أن الفئات الأخرى المذاهب الأخرى الغالب طول التاريخ كانت محمية بجهة سياسية بسلطة بدولة بغير ذلك فتوفر لها كل احتياجاتها بل حتى الجامعات تخدم هذا الجانب الشرعي والعلمي أكثر الأماكن الآن هي مزودة من خلال تلك الجامعات بالعلماء في تلك المذاهب الأخرى الإمامية في أغلب سنوات التاريخ لم تكن لديهم دولة تحميهم وتعينهم لكن الله سبحانه وتعالى سخر لهم شيئا آخر وهي المرجعية الدينية التي حمت هذا الكيان وحافظت عليه ووسيلتها في ذلك هو الحوزة العلمية وما يرتبط بالحوزة العلمية في المرجعية الدينية هي اللي طول هذه المدة حمت الحوزات أسست الحوزات بعثت الحوزات جددت الروح فيها أنفقت عليها تتصور مثلا هذا المثال إذا كان لنفترض في زمان من الأزمنة لنفترض في العراق أيام زمان طيب أربعين ألف أربعون ألف أو أكثر أو أقل من طلاب العلم طالب العلم كيف يأكل كيف يشرب كيف يسكن من الذي ينفق عليه لا لا يتوفر لكل الأشخاص أموال شخصية من عندهم أو من آبائهم الأكثر ليسوا هكذا لولا أن المرجعية الدينية وفرت هذه الوسائل تدريد سكان هذه مدرسة موجودة وكانوا يبعثون إلى تأسيس المدارس ووقف المدارس والتشجيع والتحريض عليها وهم كعلماء أيضا يؤسسون مما يصل إليهم من الحقوق الشرعية هذا الجانب كثير من المدارس الآن بأسماء أصحابها الذين أسسوا الآن عندنا مؤسسة ضخمة جدا ومدرسة كبيرة جدا في النجف الأشرف دار العلم للإمام الخوي رضوان الله تعالى عليه مدرسة الآخند المدرسة الششترية ما أذري الآخند الصغرى الآخند الكبرى هذه المدارس وهي كثيرة ومتعددة تشير إلى دور المرجعية في تأسيس الحوزات وفي دعمها وفي الصرف عليها بالإضافة إلى الصرف على هذا المدرس وذلك الطالب ورعاية هؤلاء من الناحية المادية والمالية شكر الله مساعي هؤلاء جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمة المرجعية الدينية فهي كلمة آل محمد لا نطيل عليكم أكثر من هذا مرور إجمال سريع أنا ألخص فيه الحديث أن الحوزة العلمية في قوم فيما يؤلم بدأت في نحو سنة ثمانين هجرية وما بعدها على أثر قدوم بعض الأشعريين الذين كانوا يحملون علم أهل البيت وبعضهم عدهم روايات وأوصلوها إلى قوم وبوصولهم أيضا وصل التشيع إلى تلك المنطقة بعد ذلك نحن نلاحظ أن دفن السيدة المعصومة في قم المقدسة والتي لا يزال قبرها محورا لاجتماع المؤمنين وطلاب العلم بدفنها هناك عزز هذا الوجود وجود العلماء والمشايخ والطلاب والحوزات العلمية واستمر هذا لكي يتعاظم بدايات القرن الرابع من 320 و40 فصاعدا حيث بدأ المحدثون والرواة ونشاط العلم يتكاثر ما أن وصلنا إلى زمان الصدوقين كما يقول العلامة الحل حتى صار العدد بعشرات أو مئات الآلاف من المحدثين قال إن هناك نحو مئتين ألف محدث في زمان الصدوقين الكافي بعضه أخذ من علماء قم رواية عن علمائها ولاسيما علي بن إبراهيم القم صاحب التفسير وأبيه وزكريا بن آدم وأحمد بن إسحاق وغير هؤلاء من الرواة فضلاً عن العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت بعد سنة أربعمية فصاعداً بدأ يتناقص الأمر في الحوز العلمية في قم نظراً لهجرة العلماء باتجاه بغداد تارة والنجف أخرى والحل فيما بعد ثالث فضعف الوضع الحوزوي في قم لكي يتراجع إلى حجم بلدة صغيرة واستمر هذا عدة قرون إلى زمان الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه الذي بعث الحياة من جديد في الحوزة العلمية وأكمل ما بدأه الحائري السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه وتلامذته من بعده حتى وصلنا إلى هذا الزمان الذي نجد فيه الحوزة العلمية في قم حوزة مزدهرة زاخرة بالعلماء زاخرة بالفقهاء بالدراسات العلمية بالمدارس العلمية الكثيرة هناك دعوة أيضاً إلى أنه لو أن إنساناً أراد أن يوقف وقفاً فيه ثواب كثير جداً وصدقة جارية فكما يصنع في وقف الحسينية ووقف المسجد هناك مجال جيد وهو وقف المدارس العلمية من أجل تحصيل علوم أهل البيت عليه السلام وتحويلها بالتدريج إلى حوزات علمية تعمر المنطقة التي تكون فيها هذه المدرسة بالعلماء والفضلاء والفقهاء وتبقى مع مرور الزمان صدقة جارية نسأل الله أن يوفقنا ويوفق المؤمنين إلى عمل الصالحات إنه على كل شيء قدير لنعرج على كربلاء وقضاياها فهي أساس كل الخير وكل البركات التي حلت على شيعة أهل البيت بل على الإسلام جميعا والله لو لا نهضة الحسين عليه السلام لما كان من أثر لكل هذا الكلام الذي قلناه ويقوله غيرنا لأن الحسين عليه السلام لو لم ينهض لحصل ما قاله هو قال وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد إذا أنا ما أنهض في وجهه معنى ذلك أن اقرأ الفاتح على الإسلام وعلى القرآن وعلى كل جهود رسول الله صلى الله عليه وعلى ليش يا أبا عبد الله هكذا الأمر لأنه يقول ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور معلن بالفسق والفجور قاتل النفس المحترمة أنا أجيب لك هذا المثال وأنت عليك الباقي تصور أن عندك حافلة سيارة تنقل الركاب في طريق جبلي مملوء بالناس وتسلمها إلى رجل ثمل سكران لا يعرف موضع قدمي ماذا سيحصل هذه السيارة ستنقلب في نهاية الوادي وتتلف أرواح الناس ليش لأن القائدة لأن السائقة رجل سكير ثمل لا يعرف ماذا يصنع الإمام الحسين عليه السلام يقول هذه سيارة الأمة هذه سفينة الأمة إذا سلمت إلى رجل سكير بهذا التعبير مو فقط عند الحسين عليه السلام عند غيره قال بعضهم أربع خصال لو لم يكن منهن إلا واحدة في معاوية لكانت ذلك مخزاة له واحد منها تأميره ابنه يزيد سكيرا خميرا على الناس من غير شورى ولا رضا بأهلها مو يسكر هذا سكير سكير صيغة مبالغة يعني لا يكاد يعي لا يكاد يستيقظ من هذا الأمر الذي كان فيه انت هذا ما تسلم سيارة فيها عشرة أشخاص عشرين شخص تسلم مصير أمة بكاملها تسلم مصير القرآن تسلم خطب الجمعة تسلم مساجد تسلم حرم رسول الله الكعبة كل هذه الأمور تسلم بيد رجل بهذه المواصفات ماذا سيصنع فيها وهذا مو فقط موقوف عليه لا هو من سلسلة نسب جده قال أبو سفيان في مجلس الخليفة الثالث مما نقله عنهم ابن عباس قال يا بني أمية تلاقفوها تلاقف الصبيان بالكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار هذا الجد الأب من هو معاوية معاوية يقول في شأنه واحد مو متهم بأنه شيعي الزبير ابن بكار في كتابه الموفقيات الأخبار الموفقيات قضية طويلة أنا أوجزها ابن المغيرة ابن شعبة المغيرة ابن شعبة واحد من ولاة معاوية من أنصاره من المخلصين إلى يقول كل ابنه يقول كل ليلة أبي كان يجي إلى البيت فيمدح معاوية ويثني على حكمته وعلى عقله كل لها كذا سهرته إلى أن ذات ليلة جاءني وهو منكتم منقبض الوج فقلت له أبا ما بك فقال لي جئتك من عندي أكفر الناس وأخبثهم قلت له من هذا أكفر الناس وأخبثهم قال معاوية قلت له كل ليلة تتمدح وتثني عليه شي اللي صار فقال كنت معه الساعة فقلت له يا معاوية إنك قد ملكت الأمور وقد كبر سنك ذاك الوقت عمره حوالي 68 سنة هو معاوية مات وعمره 78 سنة الحادث قبل وفاة المغيرة ابن شعبة يعني كان وهو مغيرة توفي قبل معاوية بعشر سنوات يعني حوالي عمره 68 67 سنة فهذا يجي يقول له أنه ترى أنت كبر سنك وقد ملكت الأمر كل شي صار تحت إيدك الآن من زمان علي ابن أبي طالب إلى الآن عشر سنوات وليس لدى آل أبي طالب شيء عليك يعني ما هم في نية أن يقوموا عليك وينتفضوا عليك فلو نظرت إليهم وأحسنت إليهم ووصلت رحمهم وأخرجت ضغائن قلوبهم ما دام الأمور كلها صارت بإيدك وتحت حكمك وسلطتك وهذه لبعد ما ينخاف عنهم علي ابن أبي طالب قتل الحسن أنت صالحت والأمور مستقرة إليك فلو أحسنت إليهم أخرجت ضغائن القلوب قربتهم أعطيتهم فقال لي ما عن هذا اسكت لقد ملك أخو تيم فعدل خليفة الأول فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره راح خلاص ما حد يذكره وملك أخو عدي فما فما أن هلك حتى هلك ذكره ثم ملك أخونا عثمان فأحسن السيرة فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره وهذا ابن أبي كبشة يصرخ باسمه كل يوم خمس مرات لا والله إلا دفنا دفنا من ابن أبي كبشة يقصد نبينا المصطفى محمد سبب تسميته حادثة الآن لا نتعرض لها ربما يصير وقت آخر فيقول هذا الرجل حتى لم يأتي باسم رسول الله يقول ابن أبي كبشة لأن هذا ابن أبي كبشة يقول الرجل خرج على قريش وسف آراءهم ورفض طريقتهم فيقول هذا مثل ذاك كأنه ابنه معارض لقريش ولا يرضى بطريقتهم وبالتالي أنا لا أرتاح إلى أنه يقرأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في كل أذان وفي كل وقت صلاة وإلا دفنا دفنا أنا أريد أن أدفن هذا الذكر فذاك الجد يقول ماذا لا من جنة ولا نار وهذا يقول إلا دفنا دفنا والولد ماذا يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي النزل زين هنا لو أن الحسين عليه السلام لم ينهض لم يثر هل كان هناك حوزة أو عالم أو قرآن أو حديث أو غير ذلك أبدا لا يوجد شيء من ذلك فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفك وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك لذلك خرج الحسين عليه السلام من أرض مكة متجها إلى كربلا إلى أرض الشهادة وكان على موعد فيها بينما السبط بأهله مجد في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم من آياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فرق صهوة ثان فأباء يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما ذي الفلا قيل هذه كربلا قال كربون وبلا خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين 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 ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاغ بالأجساد عن أغمادها وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها جهز حالك يا زينب وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعاء الوالدين وحسين 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 وصلوا إلى كربلا إن كان هذه كربلا بشربلا لا حد ترى العين علامات المنا لازم بجانب هالنهار نقضي ضمان واجسادنا تبقى على الغبر سليب أنزلوا النساء انصبوا الخيم يا زينب ترى عندك رجال هنا لتخافين هذا أبو الفضل العباس وذاك علي الأكبر وهذا القاسم وهؤلاء الرجال نزلت في حمايتهم وحياطتهم هذا يوم نزولها واليوم الآخر يوم خروجها من كربلا التفتت يمينا وشمالا لم تجد أحدا يركبها على ظهر الناقة بعض أرباب الخبر يقولون لما قربوا إليهن النياق جاءت أم كلثوم وزينب لكي يركبن الأطفال والنساء واليتام إلى أن أركب الجميع بقيت زينب وبقيت أم كلثوم هذه تقول للأخرى أخي أنا أعينك حتى تركبي على ظهر الجمل قالت لا أخي أنت اركبي أنا أعينك قالت أم كلثوم أخي زينب إذا أنا ركبت على ظهر الناقة فمن ذا الذي يركبك قالت أنا أمضي إلى الذي أخرجني من من أنا الذي أمضي إلى الذي أركبني في محملي خواه يا من تلي جبتني يا أي وبيدك يا خوه يا 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 ركبتني خوه طول الدرب ما فارقت ني بس ما رحت عني وعفتني والله بس ما رحت عني عني وعفت عقبا يا كبن أمي ولتني دقعد يا أخوي وشوف عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلبوني أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز لجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا قضل اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر